حضرتك قلت إنه المسيح كان عجيب في سلطانه وإنه كان ليه سلطانة على الطبيعة لو أنا جبتلك إليه وقتلك ما هو إليه ليه سلطانة على الطبيعة وصلى فلم تومتر ثلاثة سنين وستة أشهر هترد عليه حضرتك وتقول لي إيه ما هلازم نرجع للنص الأول لما قال له حي الرب الذي وقفت أمامه فيو ربانا اللي قال لي وأنا اللي قلت مش هتمطر أنا بديك خبر مش بقول السماء ما تمطر لا دا جاي بين الخبر فهو ما ليوش داخل في الموضوع الرب اللي أنا حي الذي كنت واقف أمامه يعني وانا بصلي الرب قال لي قول لفلان مش هتمطر فانا جاي يقول خبر مش هانا اللي كان عليها سلطان لكن البحر كان هايج وقال له بس إن بس الريح شديدة قال لها بطلي رحمة بطلة في ساعتها لكن دا جاي بيبلغوا رسالة جاية من الرب ودي شغلة الأنبياء إن ياخد من الرب ويغطي الناس مليوش داخل ما بيعملش هو السيد المسيح ما كانش بياخد من حد الحق الحق أقول لكم أنا مش حد تاني فده كان بسلطان نفسه نقطة تانية دكتور حضرتك قلت إن هو عجيب في خروجه من عالمنا نعم طب أنا هجيب لك اتنين في العهد القديم أغرب وأعجب برضو وحضرتك أكيد عارفه أخنوخ وإيلية وهم خرجوا من عالمنا دوناً عن كل البشر مش بنفس الطريقة برضو مين اللي قال لحضرتك؟ يعني رد بردو على إنه برضو حرب لازم نرجع للنص تمام النص بيقول ولم يوجد أخنوخ لأن الله أخذه بس مين قال لي إنه مماتش؟ مين قال لي؟ أنا بدور عليه ملقتوش بالزبط ما بنزعقش الواحد وقول لي يا ربنا ياخدك يعني ربنا ياخدك؟ يعني يموت مش كده؟ بندور على أخنوخ ملقناهوش ملقناهوش لأن الله أخده أخده بأنهو طريقة إزاي؟ أنا ملقتوش